موسيقى وانا حاولت اركز قدر الامكان بس ملحقتش كل الاسئلة طيب اولا خلونا يعني نجدد لقاءنا الاسبوعي المحبب الى النفس والقلبي والروحي معا لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاد الفقه المقارن بجامعة الازر منورنا مولاك اهلا بكم ومشاهدين ومتابعين الكرام طيب مولانا انا حاولت زي ما كنت بقول كده قلقط الاسئلة قدر الامكان لك اللافت نظري انه فيه غالبا هو طالب في الجامعة بيسأل عن الغش في الامتحان ده يعني ايه اظنه يعني واضحة ولا ايه بسم الله الرحمن الرحيم اولا معلوم ان اهم صفتين لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصدق والامانة وعلى فكرة علماء العقيدة في الثقافة الازهرية برضو عمموا الصفتين وصفات اخرى فيها كمال بشري على جميع الرسل والانبياء عليهم السلام فلما نيجي للتطبيق العملي طبعا كلنا حفظين من غشنا فليس مننا ده حاجة معروفة يعني طبعا القاعدة اللي تعلمناها ان الخطأ لا يعالج بخطأ يعني هو الطالب او الاخ الابن العزيز اللي بيسأل النبول يعني ممكن الدكتور اعطاهم اجزاء من المنهج وبعدين ما جابش منها اختبار وجاب من يعني مقرر اخر او مواد اخرى هل هذا مبارر طبعا لا لان اولا من المفترض وانا طبعا الحمد لله استاذ جامعي ان المخرر كله لا يحزف يعني انا ضد حت مسألة ان يجي باستاذ الجامعة بمزاجه كده يقول لك لا ده كده تم انت بترت العلم بالظبط لان احنا انا جيلي انا محصلتش على العلم بتاعي بالظبط احنا كنا ناخد زي اقول المثل من الجلدة للجلد وما كانش الاستاذ يجي يقول لنا ده مهم وده اهم وده يتحزف لأ انا لم اعاصر ذلك ولم اعاصر حاجة اسمها اعمالي السانة بالمناسبة كان المادة احنا نجيبها بتوفيق اللب درعنا فالمهم انا بنصحه وبنصح الطلاب اه يمكن ده جرني الى شيء ان انا سئلت قبل ان ادخل اه مع سيادتك هنا للستوديو المبارك لما واحد ضد تنظيم الناس لبعضين بيقول لي اصل واحد سالف بيقول اه حديث تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة قلت له الرسول هيباهي ايه الامم بمين اه ادخال الشوارع بالمتسولين اللي بيأكلوا على نتاج غيرهم اللي بيعيشوا على حضارة غيرهم لا مش دول اللي بيهبهم الرسول الرسول يباهي باسوياء انقياء اصحاء اشداء يبنون الحضارة انما الرسول مش العدد الجاهل الرس الملابس اللي عايش على استيراد اه اه اكله من الخارج وبيلبس من الخارج ويعيش على نتاج الخارج لا الرسول مش هيباهه الدول ابدا مش دول يا مش دول فالمهم حضرتك بنقول الابن العزيز الجامع واحنا طبعا يعني على ابواب العام الجامع الجديد والدراسي الخطأ لا يعالج بخطأ انما هو يغض ومبرر ده اسمه تلبيس يقولوا لما هو الدكتور حزف والدكتور مش عارف غشهم وخدعهم او نسي هذا كله ليس مبررا للغش اه كيف تبنى حضارة او مجد امة اه على شباب يغش او شباب غير متمكن من العلم والمعرفة لانه اظن تم تكريس مجموعة من الافكار جوه عقول شبان اللي هو ايه اهم كم سنة ويعدوا بس انت ما تعلمتش حاجة اه اه هيعدوا فانت هتعمل ايه ما هيخرج الى سوق العمل وهو ما عاش اسلاح اه دي في حد ذاتها كارثة فيجب ضبط العملية التعليمية وان يبقى فيه محاسبة على مفردات المقرر يكون فيه متابعة من عمداء الكليات ومن نواب رؤساء الجامعات بكلمة جد يعني ما يستنكفوس بيقول لك احنا مش في ابتدائي او اعدادة او سنة وان يدخل عليه وفتش ماشي ما هو ده بيضمت العملية التعليمية طبعا لو انه ايه وقعت المحاضرات لها قدسية لو حصل تقصير من الاستاذ نازم الادارة بتاعة الكلية والجامعة تبقى فاهما نعم وده يخضع لضمان الجودة طبعا يعني عندنا الكلية كلية محل عمري فاضلا اخذنا ضمان الجودة بس عندنا احنا موزعين المنهج على اسابيع العام الجميع كله فبنصح بقوله ده مش مبرر طيب هروح على سؤال برضو من بنتنا بتسأل بتقول هل الصداقة ما بين الولد والبنت واحدة مثلا في المدرسة او في الجامعة او في العمل فيها شيء حرام شوف سيد الكريم كل شيء من العادات له الدار والنافع او سلاح زحدات اولا اذا قلنا صداقة بمعنى الاختلاط وبعنى رفع الكلفة لا ده ممنوع ليه ياخذ كان ايام الرسول ايام عصر النقاء ايام القدوة الحسنة وربنا بيقدب امهات المؤمنين او الامة في صورة نساء النبي او امهات المؤمنين يا نساء النبي لستنك احد من النساء انتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا كل مقرأ الآه دي انا بارتاج في اولي خبرة بيض يعني حتى في عصر النبوة كان في ناس في قلوبهم مرض شوف يعني العصر المثالي كان في ناس في قلوبهم مرض ويومي ربنا بقى بيحتاط او بيعلم عفوا في التعبير يعني بيعلم امهات المؤمنين اخذ الحطة والحزر يعني لا تخضعن بالقول يعني الكلام المكسر او الكلام كذا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا خولا معروف فلما جي النهاردة شوف بعد مرور السنين دي كلها وانا اقول للفتيات اه لا الصداقة بنمطها غير الاسلامي او بنمطها الغربي او بنمطها الامريكي او بنمطها الشرقي لا ليس موجودا في الثقافة الاسلامية يعني ايه من نبوض عزيفة النوم صداقة يعني صداقة الصداقة يعني انا وش حياتها اصدقاء انا وفلان اصدقاء انا وفلان اصدقاء لا مع اتحاد الجنس كويس دي اسمها صحبة واخوة إنما حضرتك مع اختلاف الجنس معلش يمكن أحمد شوق الزمان آل البيت اللي احنا كنا حفظينه وانا أرجى ابتسامت من أيام السنوي اللي هو نظرة فابتسامة فموعد فلقاء إلى آخره دي قصة تانية معلش ما هو أنا أتكلم على الصداقة لا لا يوجد صداقة بنامطها الغربي أو المادي أو العلماني الآن مع اختلاف الجنس يعني إيه يعني مثلا اتنين في الجامعة اتنين في الشغل لا أسمع زمالة حلو بس لا تتعدى حدود الزمالة يعني يتبع علاقاتهم يتكلمون في الشغل بس ما يتكلمونش في حاجة تانية لا ليه ما أنا قلت حضرتك ليه بقى يا سيدنا يوسف ربنا يبالك فيه شوف يا سيدنا يوسف الإسلام بيعالج الجرائم قبل وقوح وهنا بيختلف عن القانون الوضعي القانون الوضعي بيعالج بالعقوبات بعد الوقوع إنما الإسلام بيعالج قبل أن تقع كويس يعني مثلا الإسلام يحرم التبرد يحرم لاختلاط المذموم أيها المذموم طبعا يحرم النظرة الخائنة حلو كل ده ليه بيمنع الجريمة قبل وقوح هو الصداقة مفترض أنه ما فيهاش اختلاط مذموم مفترض أنه ما فيهاش نظرة خائنة مفترض أنه ما فيهاش كل هذه النواقس أو الموبقات إلى أخير علاقة لطيفة ظريفة محترمة إلى أخير وقائمة على الصداقة يعني كلمة صداقة أصدقاء ده المدينة الفاضلة دي في الخيال ليه أنا بقول لك واقع أنا ببقى أنت عارف أنا محب الشعارات أو مزايدات لا صدقتي مع الحياة المادية مع السعار الموجود مع السقافة الوفدة مع النت والفيس والكلام ده والعالم كله أصبح قرية واحدة لا يا سيدنا الأمور اختلطت فدفع المفاسد مقدم على جلب المصارح طبعا مولانا إحنا مثلا كتير مننا لأصدقاء كنا زملاء عام المدرسة أو الجامعة وكبرنا وتخرجنا كل واحد في حتة بس لازلنا أصدقاء حتى هدير نتغذك مع الجنس الآخر بس يا سيادة النايب أو سيادة الإعلام العظيم إي وعا تنسى أنت تربية أسيوت معزرة يعني أبزحنا أصدقاء لا لا معلش أصدقاء تربيت معلش بثقافة الجدية والشهامة والمروءة والنخوة النهاردة معلش الطمع وإساءة الظن يا أخي إذا كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الاعتكاف وبعدين ستين صفية بنت حياي جاية تزوره وأنت أعرف القصة فأتنين كده في الدغيشة يعني ما بين المغرب والعيشة ما كانش فيه بقى مصابيح في الشوارع فالرسول ملأهم أسرع الخطأ أيوة قال على رسلكما إنها صفية فأم قالوا له يا رسول الله عليك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم طبعا ده تشبيه فأنت بحسن فيه جماعة للسلفاء اللي بيدعوا العلاج بالقرآن واللابس والعفريت ونجلنا جوه ورأة على البنكرياس والكلام ده لا ده هنا تشبيه تشبيه إن الشيطان يجري من ابن آدم يعني كتلبس الدورة الدموية بجميع أجزاء الإيه الإنسان فالرسول يعلمنا هنا الحيطة ومن وضع نفسه في موضع الشبات فلا يلومنا إلا نفسه فحضرتك أنت بتتكلم على زمن ولا كان فيه اعتبار الجار واعتبار العرض أيه كان موجود كان موجود حاجة معلش جملة ممكن تذكرها كان دائما رضادها السيد الرئيس محمد أنور السيدات رحمه الله لكن متلعب طبعا وانت حتى بتقلت نغم الصوت جدا أيه كان بيكررها كتير لأنه فلاح من نبت الفلق الريف المصري فإن مهم فما أقدرش النهاردة مع التغيرات اللي حصلة في الأخلاقيات واجأ أقول لك تحسب علينا وعلى العمامة دي يقول لك لا ده آه دكتور بيقول لك أن الصداقة بين الزكر والأنسة والشاب والفتاة مباح لا 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 طب وليه زماله أخوة ماشي مش هنقول بقى تحسب عليه لي من قلش تحسب له أنه رجل تقدمي أنه رجل مستمير لا 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 يشجع على الأخلاق الحميدة يشجع على السلوك الحسن إلى آخره فرق بين التجديد والتبديد وفرق بين الذوبان والانهيار وفرق بين الانفتاح والطغيان لا حضرتك احنا لا نبدد دي الوقت بيغدع بعض الناس أو المنسوبين إلى العلم بكلمة الاستنارة الله هو يعني الأخلاق اللي كانت في الماضي ظلام ولا ايه طب وليست كنتم تقول في الماضي احنا كنا صحابا لا زلنا أصدقائي لا يعني أنا بقولك يعني يعني أصلا كلمة برضو السنارة دي ما بتخدعنيش هدعوها بقولهم حسناء يعني النهار دا اللي جد في ضد سوابة الدين يبقى مستنير اللي هيجد في ضد قطعيات وصول الدين يبقى مستنير لا معاشرة اللي هيحافظ على أصول الدين يبقى ظلامي لا لا محملوش كده احنا بنقول هل هناك نص قطع يقول لا صداقة بين الرجل والمرأة ايه في النص لا مش النص ما قلت لك الآية القرآنية واضحة الآية القرآنية واضحة وبعدين مجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان مجتمع فيه في خلوة طب هو دا خلوة لا ممكن لا يا فنلم لا بنتكلم ان هما قاعدين في النادي قاعدين في الجامعة أسبقاء شلة كبيرة خارجين سوا لا 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 ممكن يستدرجها ويزين لها وانتعلم ما دي بقى قصة تانية يا مولان ما احنا قلت لك الاسلام بيعالج الجرائم قبل وقوحها لا احنا لنا أعداء طوال من دي يا مولان حاضر وده بقى اللي احنا عيسنا سميء الاختلاف الرأي لا يفسد لكل محبتي قضية لا لكل محبتي ربنا عالم ستعرف انا حبك قد ايه للأسف خلطت الحلقة لحد كده شكر انا مولانا خلطت الوقت جاري بينا بس هنعوض الاتنين الجاي نوعد نكمل كلام كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزر اللي انا عايزة لفتنظر حضرتك لي بقى بعيدا عن هذه القضايا خدت بالك المناقشة مبين مزيع في النهاية انا اخ اصغر لمولانا يعني او ابنا لكن حتى لو افترضت ان انا في نفس سنة مولانا المناقشة كانت ماشية ازاي مش اكت حلوة ادب الحوار وبتسمين وبنتفق أحيانا على بعض النقاط واختلفنا على كثير من الأمور سيفش اي مشكلة فهمت حاجة؟ انا متأكد انك سيادت الفهمت